بساعدين نحييكم من جديد من القضايا المجتمعية اللي بنهتم بيها كوارف أنبوبة البتجاز تعاملوا مع أنبوبة البتجاز طبعا عدد كبير من المحافظات والأحياء الشعبية لم يتم تعميم الغاز يعني مع أنه حتى الغاز فيه مشاكل لكن أنبوبة البتجاز هي قنبلة موقوطة ودايما نقول للناس تأكدوا كويس جدا من كل الضوابط والضمانات المتعلقة بالأنبوبة وحتى الناس حتى قبل ما تنام ننصحهم دايما نبص على أنبوبة البتجاز وبص على البتجاز بعض الكوارث اللي بتحصل بسبب يعني الناس ممكن تقول يعني هي دي الأضاءة أضاءة تؤدي زي ما حتشوفه ده نموذج بس يعني إنما انفجار أنبوبة البتجاز بيؤدي لكوارث أرواح بتضيع وممتلكات بتتهدي يعني لأنها هي أشبه بالضبط بقنبلة يعني اللي هيعمله الإرهاب عشان يضع قنبلة تنفجر ويؤدي لضحايا بتعمله أنبوبة البتجاز وأكثر وربما تأثيرها أقل اهتموا بهذه القضايا المعيشية هي جزء من حياتنا اليومية أجندتنا اليومية حياتنا اهتموا بيها جدا ودايما نقول للناس قبل ما تنام حتى بص على ما يتعلق بضوابط المية وما يتعلق بضوابط الغاز أو البتجاز الكارثة دي أدت إلى وفاة ثلاثة وإصابة تمانية التلاتة بقى اللي ماتوا شوفوا أب مات وبعدين البنت عصيبت وماتت البنت دي عروصة وحامل يعني بعد ما اتجاوز يعني لسا عروصة يعني بقى لها أربع شهور وحامل فيه تلات شهور يعني وماتت طبعا ماتت هي وجننها الأب مات الكوارث بقى في الإصابات زي ما حتشوفه أمبوبة البتجاز في حياتنا اليومية أضايا مهمة جدا علينا أن نلتفت إليها وننتبه منها اندلع حريق بعقار سكني بمنطقة حلوان بعد انفجار أسطوانة بوتجاز متسببا بإصابة عدد من السكان تم نقلهم لمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج وتوفي ثلاثة منهم متأثرين بجراحهم احنا كنا قاعدين كده الصبح الساعة تجيب عشر كده بصنا لقنا بعدانك كانت بتجازقات بصنا لقنا راح تلقي الأنبوبة راح تدربة كده الوحدي الناس اللي توفت الوقتي احنا الله المعين خلاص دي حاجة عدد احنا عايزين الناس اللي في المشتشفيات البيت دوت كده يعني كل اللي فيه أسرة واحدة معادة واحدة بس الست الوحديها الست اللي انت سجلت معاه قبلية دي هي دي اللي عادة لوحديها لكن البيت ده كله كده بتعيله وفيه ناس تحت راجل بردك غلبان على قد حاله قاعد في قوضة قاعد في قوضة معاه ولدين ومعاه بشعر بتعارب عبنات ده حضرتك ليك مين في المستفى اتنين اتنين إسلام وابرحمن حالتهم عبنين ده عبنين وكل يوم عليك كل يوم عليك بس تموت بصباوة جنيه عليك وده عبنين عندك فكرة للإصابة اللي فيهم ايه او نزمة الحروق قد مستشفى حلوان العام مفاش كسم الحريق افندم مستشفى حلوان العام كسم الحريق لو ابني قامت حرق ولا ابن أختي ولا ايحد مستشفى حلوان العام كسم الحريق مفيش يرضي مين شلنا الناس يا فندم في عربياتنا شلنا الناس يا فندم في عربياتنا يا فندم أهلي حلوان تطلع ثلاثة ايام واربا واحد كل يوم بندفل أربع ساعات الأزعاف ما قتلهمشو طب يعملوا ايه يعني ماتوا ما هو ماتوا مادد اسمها عروسة عروسة داربعة اشهر مادد كانت حامل كانت حامل حامل في تلات اشهر ماينفعش كده اللي هي بص عروسة ميتة بقى لها تلات اشهر وعريس امبارح وابن خال امبارح اول امبارح ليه ليه حرام اتصلنا بالأسعاف مستشفى حلو العام مفيش ولا أسعاف ولا مستشفى حلو العام لحد عايزي نجدنا بعد ساعتين اللي حالك كلها الجصص كلها مرمية في الشارع مفيش بعد ساعتين لما احنا كمان احنا لاتحركنا اخواتي ولد عمي بتدوا يجيبوا عربات وجران عربات ملاكة تنقل الحالات للمستشفى انا ما كنتش عاوزين نصور بس اعياننا قلنا نلحقهم انما احنا مش من هواية تصوير ومش من الكلام دوت ان احنا مش محتاجين حاجة وما كناش نتمنى نبقى في الموقف دوت احنا مش محتاجين حاجة من حد بس ارجع ولك انا بس بنوصل رسالة معينة حضرتك ممكن تكون من خلالنا تقدر توصل حضرتك الرسالة ما بتوصلش لحد غلبان حاجة عندك كارسة بقى الكارسة شالوها اهل حلوان الناس المحترمين اهلنا اللي جزمتهم على دماغنا اللي وقفوا معنا حدش وقف معنا رئيس الحال حد النارد ما شافش الناس دي بتنام فين ولا بتاكل ايه الناس دي بأهل العزب البحرية واهل حلوان هم اللي بيبعتون للاكل والشرب وعلاج الناس ديات المرمية في المستشفى وده جميل طبعا وميعتبرش جميل لامهم هم اهلنا حضرتك عندك قد ايه اخوات ومين اللي منهم اتوفى ومين اللي منهم لسه في المستشفى انا عندي ثلاثة واحدة توفت ولسه كنين احنا متشكرين لكل ناس وقفت معنا دفعت حتى ربع جنيه من فضل ربنا علينا احنا خدنا محمد وعبال ان شاء الله اللي عايشين دلوقتي ان شاء الله هننقلهم ان شاء الله بمساعدة الناس بتاعت حلوان كلهم خدناهم وديهم مستشفى الحلماء العسكري والعريس ربنا افتكروا مبارح وابو قاعد برضو بيبوت والتاني اخده ماتت هنستنقي تاني هنستنقي تاني لما بقطع لاخويا الجبس اللي مرمي فيه انا مش عارف اعمله حاجة بستنقي تاني لما كنت ممشي في كل شارعه هو اللي بقعها فيه كان بيكلمني في التلفون قبل الحادسة انبوبة البتجاز قم بلا موقوطة في بيوتنا علينا ان نتعامل معها بضوابط شوفوا حجم الكوارث اب بنته وبنته لسه عروسة بجنينها بعدد كبير من المصابين يعني كوارث مختلفة اشتركوا في القناة